السلام عليكم ورحمة الله معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي في هذه الحلقة سأريكم طريقة إلغاء الوطوق في كل الحواسيبة التي تم توصيل بها هاتفك ios او كان ايفون او ايباد او ايبود ستسألوني مفادث هذه الطريقة وليست ذات الأهمية الكبيرة قل لك لا فعندما تستعمل حسوب أي شخص آخر على سبيل المثال أردت نقل صور إلى حسوب أحد من أفراد العائلة حسوب صديقك حسوب أي شخص فبطبيعة الحال عندما توصل هاتفك الآيفون بذلك الحسوب لأول مرة ستضغط على وطوق لتتمكن من الوصول إلى الصور من خلال الحسوب هنا انتهيت من العملية وأخذت هاتفك وكل شيء على ما يرم ولكن هاتفك لا يزال يعني واطق أو تم الوطوق في ذلك الحسوب وبالتالي في أي لحظة يمكن لصاحب ذلك الحسوب أخذ هاتفك الآيفون توصيله بحسوبه سيصل بعد ذلك إلى كل الصور وكل الخصوصية وكامل ملفاتك وكامل صورك ومقاطع الفيديو القصبك بدون فتح رمز قفل الشاشة وهذا يسبب الكثير من المشاكل وهذه خطوة ذات أهمية كبيرة للغاية فوجب عليك من فترة إلى أخرى انغاء الوطوق في كل الحواسيب التي تم توصيل به هاتفك الآيفون فبطريقة سهلة جدا ستضغط على الاعدادات أو تدخل إلى الاعدادات بعد ذلك تختار عام أو جانيرال الآن ستنزل إلى الأسفل تختار ريسيت ريسيت لوكيشن أنت برايفسي أو يعادل تعيين الموقع والخصوصية تقوم بإدخال الباس كود الخاص بك أو رمز الدخول ويتم تعيين الموقع والخصوصية وبالتالي سيتم ألغى الوطوق في كل الحواسيب وسيتم حفظ بياناتك عن أعين المتطفلين وكما قلت لك هذه الخطوة مهمة جدا يمكنني أخذ هاتفك توصيله بحسوبي أخذ كامل الصور في حان استعملت هاتفك سابقا على حسوبي أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت أعجبك مرجعني أني أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل عليه بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب ألتقي في حلقة قادمة من الله لا تنسى مشاركة فيديو مع أصدقائك إلى اللقاء اشتركوا في القناة